موسيقى صباح الخير صباح النور وفطر صعيد على كل اللبنانيين وبالأخص أخواننا المسلمين وإن شاء الله هالعيد بيكون فرح وسعادة وإلفة ومحبة وجمعة جديدة لكل اللبنانيين بإذن الله نادر معلي أنا صبح بلشت بمقدمة هلأ بقلك شوي من جوانبها بس لأن قلت أنت أخواننا المسلمين حطيت بوست على يوم جديد عيادت باسم زميلاتي وباسم يوم جديد بيجينا تعليق قلتوا الصبح رح أرجع أقولوا هلأ أنه حاجة نضحك بقى على بعضنا يبيعون نبيعون ويبيعون حكي روحوا قصموا البلد وكل واحد يحكم حاله أنت هلأ قلت أخواننا المسلمين قدي عن جرت بتعنيها بعنيها زليار بالمية مش مية بالمية لأنه أنا من الأشخاص اللي كتير بأيمن أنه ما حدا بهالدني بيقدر يغير حدا وكل إنسان يعيش بإيمانه بتقليده بعاداته بعويده بخباره بمجتمعه وما يجرب يعمل المجتمع الآخر مثل ما هو بده ونحن منعيش بألف سلام يعني أنا اليوم لما بلتقى بشخص ما بنبش عديانته بنبش على الإنسان اللي جواته تشوف بمكان إذا عم نشتغل سوا وين بدنا نلتقى صح إذا عم نعمل شي حلو وين بدنا نخلق الجمالية مع بعضنا من خلال إنسانيتنا من خلال نحن العمق اللي زرعناه بشخصيتنا كل هالعمر يعني اليوم المشكلة السائدة بهذا المجتمع اللي نحن عايشين فيه كله بده يعملك مثله يعني أنا اليوم بيجي بطلع أنت بحزب التفاح آه بسبك بشتمك ما أنت كنت معنا كل عمرك شو صار لك طب بطلت معي بدين ما سبك أنا بعمل عايدة قراءة لذاتي أنا وين غلطت أنت بطلت تحبني أنا كمطرب اليوم إذا مطرب آخر شجعون ناس ما بسبه بعمل عايدة عايدة قراءة لأمكان يمكن أنا غلطت ممكن أنت ترجع تعمل دعسة إضافية للأمام بس ما بيجتم المطرب الآخر إنه شو هذا ما أنا لما بغني ما حدا غيري بيغني لا يعني بدنا نجرب من خلال تربيتنا لأولادنا نعلمهم يحترموا الآخر إيه خية بشوفه خية وما بشوف شي يعني أنا لما بمشي بالسيارة على الطريق بشوف حدا عايز إذا طلب مني مساعدة بساعده مش لأنه ما بتبقى مسلم مسيح أو مش مسلم أنا لما بيقلي الله يخليك أنا مني شحاد أنا عم بيع مثلا عن كلسات ساعدني أنا بحاجة لهالكلسات بدون مربحوا جميلة بشتري الكلسات وهذا خية بالإنسانية على كل حال يعني أغنياتكم وتحديدا الوطنية كفرسين أربعة كانت بتخاطب كل شرائح المجتمع اللبناني ما كانت لفئة دون سويها وكانوا الكل بيتفاعلوا معكم ويمكن كنتوا توحدونا بمشاعرنا تجاه المواضيع اللي كنتوا عم تطرحوها غنائيا صح ونحن رح نضل هيك وأنا كنادر خوري وكفرسين أربعة وكأغنية وكالمواضيع اللي بيختارها ولا يوم بيختار موضوع وأوصنا على مواضيع بتزعج المجتمع ككل صحيح بس ولا مرة دعيت أنه نحن نتفرق شي بيزع لك بسأنا أنت اليوم طالع على الوطنية أنا ما عندي إيها على الوطنية هيك قالوا مبير على على الفيسبوك هو دي أصحابي وأعز أصحابي لتلنهم بسيطة بكابسي بإصبعكم فيكم تحطوا الوطنية فينا نحضر أنت بتطلع على الوطنية ولو كيف تطلع أنا بدي أطلع وينما كان وأنا إذا أنا إذا بحبك مش معناه أنت بكره غيرك ليش هالعقدي يعني إيه أنت بتحب هيدا الزعين لنا عنا هيدا العقلية إذا منك معي أنت ضدك هيدا هي ها بنتصلح طيب نادر قبل شوي هلأ قلت شغلتان بسيئة حديثك قلت أنه أنا نادر خوري بغني أحسن عطيتها أنت بسبيل الإكزامبل يعني بس عن جد صدقا بتكون قاعدة عم تسمع حدا وشايف أنه عم نيلوها مروجة وانت قاعد بالبيت هلأ وقت ما في إنتاج ما في أغاني ما بعد إذا الفرسين الأربعة بعدكم كفرسين أربعة نحن بعدنا وراح نضل بعدنا وراح نضل بس لأنه الناس ناس ما كتير عم تقرأ أو بتقرأ شي خبر فيك نحن بعدنا ومستمرين أنا صراحة مثل ما أريد وقلت لك هيدا الشي أنه انتهى عصر الفرسين الأربعة عصرتوا منفردين لأنه عم شوف كل حدا عم بيعمل عمل منفرد ومؤخرا حضرتك كمين أصدرت عمل أنا وأبني هلأ بنحكي عنه وأصدرت عمل ما بعد انفجار أربعة صاروا كذا شغلة بس ما بيمنع نحن بجمعتنا كفرسين أخذنا قرار كلنا من نتخلى عن الإيغو كل واحد وبخدمة الفرسين بس إذا ما في شي للفرسين أنا ما في شي بيمنعني أعمل شي لحالي ومش معني ما في فرسين أي ماتا بتقول أنا بغني أحسن منه ولمين ولا مرة نادر ولا مرة لأقل لك شغلة أنا بزوء إليح أوشان بغني كتير حلو أنت بتحب هيدا النمط اللي بيغنينا درخور اللبناني العاطفي الإنساني الوطني بتحب هك في حدا بيحب حدا بيصرق على العالي بس ما بيشتمو بالنسبة لأقلو اللي بيغني بيصيب النوطات العالية العالية وأنا بالنسبة لأقلو بيطوش لدناية بدي احترمه هيدا هيك هيك زوقه ما بخالفه زوقه هو هيك بيحب ما بقول أنا أسوأ أداء بغني بالدنا في حدا تناية ثلاثة بيحبوني كتر خيرهم بس أنا ما بجرب أرضي كل العالم ما بدي أرضي حدا بدي أرضي حالي بالدرجة الأولى بمبسط باللي عم بقدمه بمبسط باللي عم بقدي إذا أنت حبيت هيدا شيء أهلا وسهلا اجتمعنا حاول زوق معين ما بدي ألغي لك زوقك أنا هيدا الأهم شيء رح غير بالصياغة عندك اكتفاء اكتفاء ذاتي يعني بالمردود الفن اللي أعطاكي الفن أبدا أبدا أنا زلمة بحالة اجتماعية أقل من الوسط ومش من هلأ من الوضع اللي نحن فيه من الزمين أنا أنا أعطينا خبزنا كفافة يومنا هيدا هيدا من أول اليوم لهلأ أنا هلأد ولا يوم اغتنايت ولا يوم صار معي كتير ما صار طيب نادر خوري اليوم أنت نجم شأنها ما بينه شو يعني نجم بس تنحدد شأنها نجم رح كمل لك السؤال رح ترجح تقللي شو يعني صف أول ها يعني صار يعني نجم وصف أول اليوم بيصنفوا الفنانين صف أول فئة أولة فئة تانية في ناس بتجي بتفتح بحفلات لنجوم الصف الأول منعرفهم بيكونوا بأول الطريق عنده غنية ضاربة غنية تانية بيستعينوا فيهم ليتحمس الجمهور وإلى ما هونالك أنت وين بتشوف حالك بهذا الترتيب ومع هيدا التصنيف ولا الفنان فنان اللي بيفرض حاله ومتل ما يعني مع بنسب هيدا الشيء لألك متل ما بعرف الأشخاص اللي بيكون عندها أصوات مالكة بيقول المسرح هو البرهان الوحيد مين بيضاين أكتر ومين بيغني صح خاصة إذا كنت جاية من يعني جاو مدرسة الأستاذ وديع الصافة أنا جاية من مدرسة وديع الصافة جاية من مدرسة الرحبانة جاية من الأصالة بس إذا بدك تجي تسألني أنا بأي أصاف أنا بريت المدرسة كلها أنا مش شايف الصفوف أنا بره بره أنا مخصص أنا ماني فنان أنا ماشي مش عم بتواضع يعني أنا لعبة يلي منقتل حالنا فيها نحنا تنصير نجوم وآخر شي بس النجم منصير نحطها واناتها ما حدا يعرفنا أنا ما بيقدر عيشها يعني أنا بدي أختلط مع كل الطبقات بالمجتمع بدون ما أحط حواجز بيني وبينهم يعني أنا ما في يكون هيدا النجم بين هللين وأنا بعيد عن الناس أنا ما بيقدر عيش أنا يعني أنا مثل السمكة برات المي بموت أنا برات الناس وخبار الناس وهضمنت الناس وطرفة الناس وملأي مع كل الناس وكل المجتمع أنا هاك أنا هاك الحال اللي بيحضركن بيعرف أنتو تفعلكم مع الناس كيف بأي طريقة بتتفاعلوا معن وبيطيبة وفي سرعة بديها كمان لتكونوا على نفس موجة تيم تيم نحنا تيم مثل فريق فوتبول بتقول كيف عطاب باس تفوت جول هاك بتعطي باس بدون ما تقشعوا حتى يعني صرنا نعرف بعضنا هالقل أنا بوحدة صرت أعرف الناس شو بتحب يعني نجينا من كلمة أنا أكيد بتفهم يعني صرت أعرف الناس شو بدا يعني اليوم أنا مثلا عندي يمكن أكتر من عمل لإلي أو أكتر من ترتيل لإلي بريستاليتي ما بقول شي لإلي في نس بل مولي بلو أنا أعملك ترتيل اللي ما بترتيلها تخيي أنا في ترتيل أنا ملحنة ما برتيلها لأنه الناس ما أنا مضطرة تجي تعرف على ترتيل يمكن جديد من أعمالك في نس بتغلطني أنا فيه اشي معينة بتحبها بقلهم إياها مهم نحنا نصلي ونشارك مع بعض توصل للفكرة هاي دي من أعمالك الخاصة أو مية بالمية الهدف نصلي هيدا هو الهدف طيب نادر عبيلك نسمع أنا وابني كتير طيب ولش أبتحكيش لش أبتحكيش لأ بتقولش إنه بدك تسمع الغنية من شركة مع المشهدين شو صف لش أبتحكيش مبارح يعني هيك عنوانتا بالفاست على الفيسبوك وصار فيه كتير تفاعل من يعني الفرانز اللي عندك هيه هون أنا كلما يكون عندي مواقبة بيكون الهاشتاج لش أبتحكيش لش أبتحكيش هيدا الشغلة بتدحكني مثلا أمرار بتاع المقابلة بس خلص مقابلة بيجيك هيدا الكومنتس إنه لش أبتحكيش على الكسروين اللي الغدنا نحنا لش أبتحكيش عندك مقابلة وبالمجتمع ككل إذا بتلاحظ بقلك لش أبتحكيش بتقل له مثلا رحت اليوم على الجراج رايحة معي التربيع بطلع فيك هاي الصفنة هايك لش أبتحكيش بيصفنة ليش أبتحكيش وهي بتقول اللي دايش بدو يجيب ليها انطرقت ها بس إذا بتجي بتفكر كيف بدك تحكي إنتا وين بدك تحكي بتحس حالك بتحط على خلص بلكون بيتك بفليت أنا رايحة تربيعة السيارة السيارة معي حدا يساعدنا اللي عنده أفكار يقول وبس تكتر الأفكار بتشوشت الطبخة مثلا بيقوله بقى بحب دايما بهيك النوص إنه أنا عندي يعني صارت هاشتاغ هاشتاغ ليش أبتحكيش بحبها للفكرة لأنه الناس إنه دايما بتحس إنه بتلومك اللي بحبني يحضرني بدون ما يلومني خلص أنا على التليفزيون اليوم طيب نادر أنا وأبني هيدا العمل لي هيك أخذ كمان أصداء إيجابية وفيه مساج متل ما معظم الأغنيات يعني منشوف فيه روحانية معينة بتسيطر عليك الأغنيات أكلك حتى أنت عم بتغني حب بتحس هيك فيه نوع من الروحانية كيف هيك جاو نادر خوري بالتراتيل وبالأعمال الدينية كمان جاو نادر خوري بالأعمال اللي بترقص وبالأعمال اللي فيها مساجات والأعمال اللي هاتفة هيدا نابع كله منك صح أنا اليوم متعب هيدا شي بيجذب ولا بيخلي الناس تقول خلاص تعبنا بدنا شي فرفحنا بده شي ما يذكرنا بالهم اللي نحن فيه أنا اليوم إذا عم بصرخ بموضوع بيوجعني والآخر مش شايفه وجع ينبش عفرحه بس ما يقوص علي ينبش عفرحه يعني متما بتعامل للناس بتطلب منهم هني يعملو قبل شوي قلتلي أنا ما بقوص على حدا لأنه إذا أنا ما حبي صوته بس في ناس بتحب صوته بحترم يعني اليوم مثلا في أحدهم الناس بتشتموا وبتسبوا وعملولوا على الفيسبوك فيورز أكتر من مليونين ثلاثة مليونين أربع مليونين وصار نجم وصار وصار بكده والله فولورز صاروا مئيس يعني مئيس النجاح كمان طب ما بدك تحترموا نهو دي ناس وهو دي ناس تبقى فولورز عم بيتمسخروا بس في النسبة للآخرين لك شعبيته انت شو عندك انا ما عندش خلينا نشوف احنا وابني حط المخرج قال لي ما بدك تحضر الكليب هزي بتلو براسي قال لي ولاش ابتحكيش يلا منشوفه صوى مرغى عم نحكي مهما قسي الزمن رح تبقى الوطن وانا وباية دايما رح نغني لك بابا بدي اسألك سؤال قاعد انا وابني سألني يا بي ليش البلد مبني على الطائف قاعد انا وابني سألني بابا لاش البلد مبني على الطائفية خبرتوا عالماضي وقت اللي كان العيد كان الشعب راضي والايد تشبك يد وكرجت عخد دموع غص القلب موجوع صوب القمس في رجوع بتقول الخبرين بتقول الخبرين كناسة ومشاوي عدروب نتلاق ونطير عصافي وقلو مش تاقم صار البعد اهضار والجار جافة الجار وصار بعد الصار وصار بعد الصار كلمات مخفية خبرنا بعد عتلالنا نجمات تصغر عنا غمدنا نرقص معلنا سمات عن طل ضيعتنا صار الامر نعزان وتفرق الاخوان ليش الوقت هربان هوش البيبر شو بيعني لك هيدا العمل نادر خوري انت وابنك وعنوانت انا وابني بالنسبة للي قد ما اعمل اشياء وقد ما اعملت اشياء رح يضل العمل المميز الاجمل هالقد ايه بالنسبة للي لحد هلأ بكل تاريخ يمكن لانه في لياندرو معي بالكليب يعني في عطفة الابوة بتلعب دورة ولا العمل اه يمكن يعني بيحضره ميت مرة بنهار وبغص وبحب العمل وكل يوم بدي احضر اصلا شفناك كذا مرة على شاشة الو تي في دايما ومشكورة الو تي في من التلفزيونات اللي حطته وتبنت القضية اللي طرحها انا هي اللا طائفية لا في تلفزيونات ما حطته اه في تلفزيونات رفضت تحطه اعتبرته بيعمل حرب اهلية هلا انا بعرف المحطة بس ما بعرف اذا هيك بنسبة لها نفس يعني خليني اقول لك شغل ايه بتأثر فيي وزعلت انه انه على شاشة تليليميار ما نحط الكليب واعتبروا بالتليليميار واول مرة بيحكي بالموضوع انه هيدا الكليب بيعمل حرب اهلية انا بالنسبة لقلي يعني لما حكيت انا وابونا طوني بوع السيف حكينا عن عمل نجمع نجمع ما كان هدفنا نفرق ما بيعمل حرب وشكر لسعيد ملكي وعبدو قبين اللي اشتغلوا الكليب من قلبهم وجورجو مرعب وزع من قلبه وانا لحنت من سماسيم قلبي وقضينا نهارة عملنا هذا الشغل الحلول هيك القريب وانا اخدت قرار ما بدي بقى اطلع تليليميار يفتدي اسألك يعني الزعل ممكن يوصل لقطيعة يعني اعلنت هلأ في قطيعة بينك بين تليليميار كل ما حدا بتلفيني من تليليميار بقل له انا ما بقى بطلع تليليميار وبطلب منه ان يوقفوه لريسيتاليتي وتراتيلي لحديت هون لانه زعلت لانه زعلت انا 30 سنة شو ما ينطلب مني من تليليميار انا بنفذ يعني بنفذ مصورين لك اعمال كتير وريسيتاليتي كتير اي 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 وانا ما زلت على قناعت انه انا اللي طلب مني واللي لبيته بحب الدني خلال من الواحدة وتسعين لهلأ اللي لبيته بحب الدني انا بس عملت شغلة انا مقامن فيها انه بتوحد بترجع بترد الالفة ع بيوتنا اللي مفقودة شفوه بتعمل حرب انا متل ما شفوه انا بشوف شو بدي شوف دي نادر هون ليه ما بتشوفها متل ما شفتها مع الصعيد الفني انه هيدا رأيه انه بتحترمه بيحترمه بس يحترمه انه انا بس انت خلص ما بق بدي شي اخد قرارات واساسها ولا يوم طلبت يعني انا من 12 سنة تمنوا علي وبكتير الحاح انه بليز صور لنا كليبات لانه انت امج بتخلي الناس تصلي هيك كان الحكي ومعهم الحق وانا اذا بتلاحظ انا ما عندي كتير كليبات يعني انا بسجل بقالك روح حط صور شو بدك تصور محل اذا بدك انا ما بدي اعمل كليب يعني انا ما بدي اعمل ما بدي نجي مع حساب يسوع المسيح نعم حلو ما بدي اعمل ستار حلو اوكي فلبيت الطلب وتجوابت معهم وعملت اللي هني بس انا اتمنيت على شغلي نرفضت نعم وعم بقولها بحزن وبيزعل وبيطلفنولي دايما من تليليميار بقول ما بق بدي اطلع على تليليميار نعم نادر نحن هلأ بأجواء عيد بدنا نشيل الحزن على جنب والزعل على جنب عطب عطب العطب بدنا نرطب شوي الأجواء بشي غنية لقد نرجع نحكي شوي عن هالسنة ونص اللي عشناهم بلبنان مع جائحة كورونا مع الأوضاع المتردية من ثورة 17 شلين وما رفقة من انفجار أربع قاب يعني كل هيدا الضغط كورونا التضحيات اللي قدمها جسم الطب المسعفين العناصر الأمنية اللبنانيين المواطنين اللي عم بيرزحوا تحت تقل هالمسئولية قبل بنحكي عن هيدا الموضوع شو ممكن نسمع منك حروب تملأ الأرض وديق عنه لا نرضى كورونا تملأ الأرض وديق وديق عنه لا نرضى سواكي من يداوينا سواكي من يداوينا هاي ترتيلين كده بت 1914 كان في وباء والتاريخ عم بعيد نفسه بس تقول لك شغلي مش انه انا بعرف انه انا كتبت بس تقول للناس ما تبعدوا عن الله لا انا عملت علي رشارش صراحة كنت عم بمشي وحاطت يعني عم بسمع بديني تراتيل ومرأت وطنت بدينت يعني قبل كانت تمرق ما نحس فيها بس هلأ نحن بوباء بعدت للصبايا على الجروب لايكوا هالترتيلة كأنها عم تحكي عنا عم خبر رفيقنا باش للأرشيف تبع هيدا الغنية وقال لي كان وقت مرأ لبنان بوباء يمنجراد والوباء مية بالمية وانكتبت هيدا الترتيلة انا كنت رتلة بيرس تلاتي قول انه ما بقى في حرب ايه بتقول هايك ما بقى في حرب وما فيه وباء وعشنا الوباء وعشنا الضيق عنه لنردة نادر غنيتها بكتير احساس انت كمواطن لبناني ضيق عنه لتردة يعني بتحس انه خلص وصلت لمطرح انه مش قادر بقى بدي فيش خلق بدي 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 اطلق العنان لصرختي توصل لأوين مكان كيف تفعل بها السنة ونص اكان مع كورونا مع الزرف الاقتصادي مع الدولار اللي ليمس الـ 14 و 15 ألف وقلهم لأصحابك على الفيسبوك بالـ 14 ألف وخمسة اذا بتكن تعو 1507 وسبعة كمان برافو عليك اكيد ضيق على كل الناس وانا مثلي مثل كل هالناس ووجعي مع كل هالناس بس انا بشخصيتي اذا لاحظت ما بكب اللوم على غيري وبس اكيد فيه لوم على غيري بس انا قبل ما لوم المسؤول بدي لوم حالة اللي عم شجع هذا التاجر الفاجر يلي عم يتنقطع فيه وانا قابل يعني بيقلي مثلا اليوم سعر الكذا هالقد بكرة بيغير له السعر وهو متما هو بده طيب شو فينا نعمل يعني دعوا لمقاطعة البيض اكزامل اوكي شغلة وشغلتين طيب ما في ناس بتقلك انا عندي ولاد كمنا عندي ولاد بيكسرنوا الرأسهم الا لولاد ابنك يعني الله يخلي لك ياه وخلي لك عائلتك اذا طلب منك شيء بعرف من رفقاتي من عائلتي من اخواتي من زميلاتي وزملائي بيقتلوا حانهم ليأمنوا للغراب الفكرة بس تقولك الي الفكرة اللي عم بقولها انه انا بدي سبها للدولة بس ما بدي قلقي كل اللهم انا تاجر انا كتاجر عم بتمقطع بالناس بدي لهم حالي كمان هيدا الفكرة نحنا بضيء بس ما يعني مش انه نرخي حالنا انه الدولة ما بتسوى الدولة كذا الدولة كذا عراسي الدولة ما بتسوى يعني عملنا مثل المسؤولين عم نتقاذف المسؤولية حتى منحط كل شيء على الدولة ووقت نحنا مش عم نلعب دورنا كمواطنين مية بالمية انه اليوم انا كتاجر بدي ايجي استغل البضاعة اللي ضربها بالدبو بالأسف تبعد خالصة صلاحية تبعد جمعتين بيجي ببرزة بتركو دي ناس تشتريه تجار ادوية يعني بنزين خبز كل هيدا المواضيع كل شيء كل شيء يعني نحنا بحق ذاتنا ما بقى نسوى هلا بيقول لك ييه انت كتير مرتاح عوضعك تعمل لا انا ماني مرتاح انا ذكرتها بالحلقة انا تحت يعني بمستوى الفقر صرنا كلنا بس مبلوم بطبيعة مبلوم غيري بشوف وين الخلال وبقوص على الخلال مش بس مش انه ايه يلا هذا السبب خي فيه انت جزء من هذا السبب انت مصبر نادر لتعمل اذا بدك هيك بالانس بتفكر تكون خارج ابنان بحفلات عم بينطلبوا منكم عم تنطلب لجولات بالدول الاوروبية بامريكا بدول الخليج ما بيخفي سر حكي بعض الموضوع حكي ما في شيء اكيد يعني قريبا في فراش دولار مش كرمال الفراش دولار كرمالك تصوتي ما يصدي بالدرجة الاولى طيب كرمال صوتك ما يصدي بدنا نختم معك بغنية بس قبل بدي اسأل عن قصة طولة الزهر شو خبرية تعتنباريح هيك على الكومنتات انه ما تنسى تخبره عن طولة الزهر او قعد خبره عن طولة الزهر شو القصة جاري تحيي لقيله جاري شحادس غاب يعني بيته بوش بيته وانا وعدتوا انه اسألك عن طولة الزهر باول ما بلش الكورونا شو بدك تعمل انت قاعد بالبيت علمني طولة الزهر وطولة الزهر مش لعبة هيك من يشوفها نحن لعبة لا طولة الزهر فيها فيها تزريك وفيها كتير شغلات مهضومة وكل يوم تكتشف انه انت عم تلعب بطريقة غلط كنت مبارح يعم في شي غير بتعمل كذا بقى هيدا التزريك وتحرقص بيخد لك وقتك كله لدرجة انه بتوقض عشر ساعات امرار ما بتعرف انت شو عم تعمل بتلعب الورق امار بقى تحية لقلو تحية لكل جيران اللي بنلعب سوا تحية لبي لجيران بيت القرقفي بلعب أنويههم تحية للشاعر رياض نجمي بلعب أنويه طولة كمان وبدي ودي تحية قلت الله بكرة بدي أقلك تحية للست ممي فرح كنت مبارح عندها تحيتنا لقلو كان قلنا شي عشر سنين ملتقينة مش بيسبب شي هيك الايام من بعدتنا باوسي كميمو انت حبيبة قلبي وشو بدنا نغنق ومرتل شو بدنا نقول تبدك يا يعني اليوم عيد بدنا نقول دي معنا وقت بس تما اخد من وقت حان يعني اديتين على القد لنسلم موجهز الاخبار دي اتين على الوقت تاني اخد من وقت حان اخبار شو بدنا نقول بدنا نقول بلدي آخ يا بلدي بلدي يا قصة الجداول يا لون الفرح يا ملعب عصفير يا حكاية الوطير يا بلدي بلدي دهب السنابل وكروم الدهب يا ملف الجوانح يا مواسم الالفي بلدي يا بلدي خلصوا دقيقتين لا آخر تحية لكل جروب اللي منمشي السوا جروب الهايكينج بوجهه لهم تحية بدي وجه تحية كمان لصديقي وخيه وحبيب قلبي الفنية جورج نمنوم الصديق الوفي وكل أصحاب الأوفية وعائلة الصغيرة والكبيرة فيش عمل قريب يجمع الفرساني الأربعة؟ بالوقت الحاضر لا فيش عمل قريب لنادر خوري منفرد؟ كذا شغلة؟ ترتيلة أو أغنية؟ في مشروع رح أحكي عنه بسرعة كلمات الراحل الدكتور جميل الزغاب نعم اللي نستذكره كلنا أخذنا ثمان أغاني من أغانية وثمان ترتيل وأنا وصديقي فادي أبي هاشم عم نلحن ونوزع هذا العمل ورح يكون بأصوات كذا فنين منحبهم وبوعدكم بشي كتير حلو رح يكون نتمنى لك التوفيق نادر خوري أنا بشكر بالعكس تلبيتك الدعوة أهلا وسهلا فيك دايما مرحب فيك بيوم جديد وبالأو تي في مشاهدين نحن وياكم نروح مباشرة إلى زميلي ريتا تأخرت عليك تقريبا شو نص دقيقة معلاش ريتا على موجز أخبار الساعة عشرة معلاش ريتا قالت لي مش الحال بس سلمون الهواء قالت لي مش الحال بس سلمون الهواء حاش تأخروا علي أكتر معك يلا ريتا بديك الهواء لش أبتحكيش تفند لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر